بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة ما بدأنا في الحصة الماضية من حل المسألة اللي يكون فيها two fixed plates ويكون فيها صريان الماء نبدأ بالسلايد الأخير اللي وقفت عنده المرة الماضية عنده عين derivation مربع of u على dy تسيوي 1 على mu dp على dx قلنا بما أنه الجزء اللي على اليمين depends only of x والجزء اللي على يصار depends only of y فهذا يعني لي أنه هذا كله يساوي constant يعني المعادلة رقم خمسة تساوي constant بداء بناء على الأمر هذا قلنا أنه derivation of p على dx راح نسميها إيش؟ راح نسميها delta p وهنا راح نضيف sine of minus delta p تساوي minus derivation of p على dx قلنا إيش تساوي constant فهنا راح يساعدني إلى إيش؟ على أنه اعتبار هذه المعادلة معادلة عادية ويتم حلها بتطريقة سهلة فهذا المعادلة اللي كنا نشوفها الحين derivation of u على dy والتربيع تساوي 1 على mu dp على dx تساوي minus delta p على mu زي ما قلنا تعريف delta p تساوي minus derivation of p على dx is the constant pressure gradient in the x direction ونذكروا شباب الترم هذا جد مهم بعدين في حل المسائل تقريبا بصفة كبيرة جدا so since u is only function of y the partial derivative زي ما قلنا الحين becomes an ordinary derivative therefore this balance أو balance رقم 5 راح تصبح على الطريقة هذه ثم لو سويت integration أو double integration of the last balance راح تحصل على u تساوي المعادلة هذه فهنا بقي لي ايه الشباب بقي لي two constant c1 and c2 طيب يمكن هنا التساؤل كيف جاءت المعادلة هذه لو رجعت السلايد اللي قبل قلنا derivation of u على dy تربيع تساوي minus delta p على h على mu لو سويت first integration راح نتحصل derivation of u على dy تساوي minus delta p على mu y plus c1 second integration u تساوي لي minus delta p على mu y تربيع على اثنين اللي هي integration of y plus c1 y integration of c1 plus another constant اللي سميتها c2 فهنا انت كنت حصلت على المعادلة اللي مكتوبة رقم 8 هنا هنا فقط بقي لي ايه شباب بقي لي اني نستخرج قيمة c1 and c2 فهنا راح نستعمل شيء اسمه boundary conditions يعني ايش يعني ما يوجد على الحدود في الفيكسي دي بليت اللي اعلى واللي تحت بما انه النقطة هنا الكوردينيتز حقتها y تساوي minus a والكوردينيتز حقت النقطة لفوق y تساوي a هنا نقدر نقول انه السرعة ملاسق للجدار اعلى وملاسق للجدار من تحت تساوي كم؟ تساوي سفر فيو تساوي سفر على y تساوي a ويو تساوي سفر على y minus a لو عوضت المعادلتين هذن في المعادلة رقم 8 اللي موجودة هنا راح نتحصل على السيوان والسي 2 بالقيم هذا فايذا المعادلة الاخيرة اللي شفنا هنا راح تختزل على هذا الشكل يو تساوي ديتا بيل تومو من قوسين a تربية minus y تربية فهنا عندي ايش؟ عندي parabolic velocity profile يعني ايش parabolic velocity profile؟ عندي هنا place 1 and place 2 راح تكون السرعة بهذه الطريقة أو هنا بهذه الطريقة يعني هنا تساوي سفر السرعة وهنا تساوي سفر وهنا parabolic يعني ياخذ الشكل هذا بالتسارعة ان شاء الله يكون الشرح واضح فقط نطلب منكم شباب عشان تفهموا المحاضرة هذه يلزمكم ترجعوا للمحاضرات الثلاثة لقبل أو أربعة لقبل عشان نتمكن من فهم المحاضرة هذه طيب هنا قبل ما نخلص الحصة أود سؤالكم هل velocity profile اللي طلعناها في الأخير كانت linear velocity profile أو parabolic velocity profile أو linear plus parabolic velocity profile ننتظر الإجابة في الحصة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة